اشتركوا في القناة الله أعرف جدا والروحانيات الجميلة في شهر رمضان والصلاة والعزومات والحاجات الجميلة اللي احنا دايما بنعملها في شهر رمضان ستات كثيرة في شهر رمضان بتبقى محتارة جدا يا طرق ألبس ايه؟ أنا عايزة حاجة ألبسها تكون مدارية جسمي وشكلها جميل في نفس الوقت عايزة حاجة ستايل وشيك وموضة وفي نفس الوقت تكون محترمة وحشمة طبعا أنا دورتلكوا في شفت كذا فاشون ديزاينر وشفت حاجات كتيرة جدا بس عجبني جدا 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 براند طحفة منزلة عبيات ومنزلة شغل كاجول وشغل كمان ستايل جدا 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 وكلها حاجات هند ميد لفت نظري جدا شغل فاشون ديزاينر ممتازة في شغلها مميزة جدا اسمها داليا كمال داليا كمال بتعمل عبيات زي ما حضركم شايفين دلوقتي على الشاشة لها موديلات تهيلة جدا وعلى فكرة أنا كنت النهاردة هلبس من شغلها ولكن قلت خليني كده قبل رمضان ألبس لكم العباية المميزة اللي أنا اخترتها وأخدتها من البراند الطحفة ده لها صفحات على الفيسبوك وليها أرقام تليفونات لو حضراتكم حابين تتواصلوا معها شغلها بيتميز بإيه بقى؟ أول حاجة أنه هو حاجات هند ميد يعني شغل مش هتلاقي غيرك لابسه انت بس اللي هتكوني لابساه كمان العباية مش العباية التقليدية اللي احنا متعودين عليها بتاعت مامتي ومامتك لا ده العباية مفتوحة ممكن تلبسي تحتها بيزك لونه اسود أو أي لون مختلف ممكن تغيري فيها شكلها ينفع كاجول شكلها ينفع تخرجي بيها تروحي عزمات شكلها كمان ممكن ان انت تروحي بيه تصلي يعني تنفع لكل مناسبات رمضان وتنفع هدية حلوة جدا في عيد الأم لكل الأمهات الشغل مختلف فيه ألوان اللي هو اللون الاسود وده دايما بيكون للأمهات الكبار وفيه كمان الألوان المدندشة اللي احنا بنحبها كستات للماميز اللي هم لسه صغيرين وحبين يلبسوا حاجة شكلها شيك وفي نفس الوقت حاجة تبقى مدارية جسمهم ومبسوطين بيها وكمان مناسبة جدا لروحانيات وجمال شهر رمضان وكمان مناسبة ككادو لأي أم في عيد الأم كل سنة وحضراتكم طيبين البراند ده أرقامه كانت موجودة على الشاشة أو كمان لو حضراتك حبيتي تتواصلي معاه أو كمان العنوان لو حبيتي حضراتك تزوري وتتفرجي وتختاري بقى العباية اللي تعجبك أو أي لفس اللي يعجبك كل سنة وكل حضراتكم طيبين هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول ابكوا معنا اشتركوا في القناة ورجعنا لكم بعض الفاصل مشاهدين الأعزاء الفقرة دي فقرة مميزة جدا فقرة ستات كلها تحبها وكمان الرجالة كتير مننا بيعاني من هالات سودة وأحيانا بيبقى فيه منخفض تحت العين ستات أو رجالة حتى بيحبوا بيكون عندهم بعض الدفوهات في الوجه فيه ستات تحب تكبر الوجنتين شوية فيه كمان بيحاولوا إن هما يغطوا أي خطوط نتيجة التقدم في العمر في الحقيقة إن جراحات التجميل والتقنيات الحديثة في عالم التجميل بقى تهيلة جدا وبقى فيها كمان سلامة تامة النهاردة هنكلمكم عن تقنية جديدة وتقنية حديثة ومميزة جدا بتتميز بالأمان التام وهي تقنية الدهون أو الحقن بالدهون الزاتية علشان كده مشرفنا ومنورنا النهاردة في الوستوديو دكتور محمد خاطر أخصائي جراحات التجميل وعلاجات الحروق وعضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل بنرحب بحضراتك يا دكتور أهلا بحضرتك حضرتك بجد منوارنا جدا ده النور حضرتك رب داني يا سيد ألف حضرتك يا رب طيب عايزين في البداية نعرف من حضرتك نتكلم عن تقنية النحت الجسم وشفط الدهون تمام هو زي ما احنا عارفين الكلام في الموضوع ده قتلة بحثة يعني الناس تقريبا كلها عندها معلومات عن الموضوع ده اللي هي ايه اللي هو دلوقتي شفط الدهون بالفيزر أو بالجي بلازمة أو بالبادي تايت عن طريق ايه عن طريق فتحات سغانطوطة جدا بكل فتحات تتجاوز النص سنتي من خلالها بنقدر نعمل ايه بنقدر بنعمل شفط للدهون وشد للجلد بحيث ان هي بتحمينا ساعات في بعض الحالات ان انا ألجأ للجراحة لأنا من خلال البروستجر البسيطة دي او العملية البسيطة دي ان انا اقدر قدي شكل مثالي بدون جراحات وبدون ما يبقى فيه حاجات ملحوظة او علامات ملحوظة على الجسم حلو جدا طيب احنا الاول كنا بناخد الدهون اللي بتطلع من الجسم كانت بتتريمي ما بنستخدميهش لكن دلوقتي ما حدش بيفرد في دهون دلوقتي الدهون المستخرجة دي حضراتكم بتستخدمها في استخدامات كتير جدا ايوا بقى احكي لنا عن الاستخدامات دي زمان زي ما حضر كنت بتقولي خلاص انا بنتخلص من الدهون دلوقتي لا احنا يعني بدلنا كلمة نتخلص من الدهون دي بكلمة تانية لا نستخدم الدهون دي في ايه طبعا استخدامات الدهون دلوقتي عليها بحيث كتير جدا 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 لان احنا وجدنا ان الدهون المشفوطة من الجسم دي بتبقى مشبعة بالخلايا الجزعية اللي احنا دايما بندور عليها بالزبط تمام وبالتالي باستخدمها في حاجات كتير من دمنها زي ما حضرتك قلت في المقدمة الحقن بتاع الهالات السودة تمام طب الحقن بتاع الهالات السودة الدهون بتفيدني في ايه بتفيدني ان هي بتملالي الدفاكت او التجويف اللي اسفل العين بالاضافة ان الخلايا الجزعية اللي هي مشبعة بيها الدهون دي بتعمل لي نضارة وبالتالي بتعالج الجلد نفسه بدلما الجلد يبقى غامق او مسود شوية لا يبقى الجلد مورد بالبلدي كده زي ما بيقول تمام ده بالنسبة العلاج بتاع الهالات السودة دلوقتي بينا بنستخدمه بديلة للفلر في ايه في تجميل الوجه الخدود بنزود الخدود شوية نحت الدقن وهكذا تمام ده غير استخدماتها طبعا في تكبير السادي وتكبير المؤخرة فيه ناس بنستخدمها في تكبير اليدين يعني مثلا اليد اللي هما زي ما بنقول كده بيبقى شكلها كبير بيدي سن كبير بعد الحلقة هاجي لحضرتك ربنا يخلي حضرتك يا دكتور طيب انا عايزة بقى اعرف من حضرتك ايه الاماكن اللي بتبقى في الجسم وممكن نعالجها بالدونة ازاتية وبتبقى بيرفكت او بيبقى الحل الامثل لها هي الدونة ازاتية الوجه والمؤخرة يعني دايما هي بنستخدمها في اماكن كتير جدا بس من اكتر الاماكن المميزة فيها الدهون بتديني الشيب والشكل اللي انا عايزه وفي نفس الوقت بدون اي اثار جانبية هي الوجه والمؤخرة طيب السادي ما بنحبس فيه حقن الدهون لسبب واحد ان الدهون ما بتقدرش تعملي شد للجلد عكس السيليكون يعني مثلا في السادي لا بنحب بنستخدم السيليكون اكتر من الدهون الزاتية ولكن في بعض الحالات بنسبها الدهون الزاتية افضل فدي بتختلف من الحلال التاني ولكن بنسبة 99% من الحالات بتاع التجبير المؤخرة او تجميل المؤخرة دي بنستخدم لها دهون وبنستخدم لهاش سيليكون الوجه طبعا رقم واحد دهون دلوقتي ما فيش حد بيحقن فيلر بنسبة زي زمان كنا بنحقن فيلر يعني بكسافة بغزارة دلوقتي لا الدهون بقت حلت محل الفيلر والتالي استخدام الفيلر بقى قليل جدا ممكن استخدمه في الشفايف ممكن استخدمه في حاجات بسيطة جدا في تجميل الوجه ولكن رقم واحد في تجميل الوجه دلوقتي هو الدهون الزاتية ده ليه؟ ده عشان خاطر ان الموضوع كله بيتم تحت بنجة موضاعي زي ما حضرتك قلت سهل خالص همان تان ايه الجمال ده؟ الحضرتك بتيجي ايوة تاخد بنجة موضاعي نسحب شوية الدهون نحقنها في الوجه تروحي في ساعتها يعني بنوري حضرتك السور قبل وبعد وحضرتك قعدها ممكن يعني بنقول لحضرتك بص احنا حقلنا الجنب اليمين شفتي مختلف عن الجنب الشمال ازاي وهكذا تمام وبالتالي الحمد لله رب العالمين التطور الملحوظ في الفترة الاخرانية في عالم التجميل بقى خلاص بقى بيريح المريض لا انا هاخد بنج طب انا هقعد في المستشفى كام يوم طب انا هرجع مارس حياتي الطبيعية من امتى طب لو انا عندي مناسبة كمان يومين تلاتة طب انا هعمل ايه لا حضرتك دلوقتي الموضوع بقى سلس بقى بسيط نقدر ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها وبدون مضاعفات وبدون اي اثار الجنبية الحمد لله ممتاز يا دكتور حاجة هيلة جدا قد ايه التجميل بقى زي الميكوب حاجة سهلة جدا بالزبط اه ممتاز يعني احنا دلوقتي بنحاول يبقى التجميل يعني 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 اقتبان طبيعية ما تبانش ان هي حاجة ارتفيشل اه لان دايما العين لما بتشوف الحاجة الارتفيشل بتشمئز منها بتبقى عايزة لحاجة طبيعية اكتر بالزبط وبالتالي احنا بنحاول يعني نقول الست بتاعتنا اه ما تستخدميش ميكوب يعني انا هخليكي جميلة ان شاء الله من غير ما تلجأي الى مستحضرات التجميل لان مستحضرات التجميل دي بتضر البشرة بنسبة معين وبالتالي احنا بنحاول نحل اه زي ما حدرتك بتقولي محل حتة الميكوب والحاجات دي رائع طيب يا دكتور لو جات لك مثلا حد حابب ان هو يعمل حقن الدهون الزاتية ولكن هي يعني ما عندهاش دهون هل يمكن نقل الدهون من شخص الاخر هو ده حيبقى متاح تماما ولكن دلوقتي لا دلوقتي مستحيل طب فيه ناس كانت تيجي تقول ايه مثلا ممكن اخد من ماما انا ما عنديش اخد من ماما امي ايوه هتنفعني تمام دلوقتي لا ماينفعش طب ده دكتور بيح انه كبد بنقلو كبد من انسان لانسان وكلة من انسان زراعة الكلا وزراعة الكبد والكلام ده كله هتنفع تقولي شوية دهون لا اه لان هي لسه مازالت تحت البحث تماما يعني مازالت تحت البحث وممكن في المستقبل القريب ان شاء الله اه الابحاث تقول لنا لا استخدموها الموضوع سيف بس فيه محاذير معينة واحد اتنين تلاتة هنتبعها قبل ما نعمل كده لكن دلوقتي ما عندناش اي داتا ما عندناش اي معلومة ان انا قدر استخدم الدهون من شخص لشخص اخر ممتاز وبالتالي لا كل واحد يحافظ على دهونه اه وكل واحد مفردش كل واحد طيب يا دكتور طبعا فيه تقنيات كتيرة احنا زي ما حاركت تفضلت وقلت الفيلر اللي كانت بتعمل امتلاء لاي مكان ولكن الدهون الزاتية لها مميزات طبعا حضرتك ذكرت لنا بعدها لو فيه مميزات تانية برضو نحب نعرفها المشاهدين هي من ضمن مميزاتها اللي هي زي ما قلنا رقم واحد هي مشبعة بالخلايا الجزعية وبالتالي بتعمل نضارة في المنطقة اللي احنا بنحقنها فيها طبيعيا تمام ده رقم واحد رقم اتنين ان دي حاجة طبيعية من الجسم نفسه وبالتالي الجسم ما بيتفاعلش ضدها بأي يعني بيهاجمهاش تمام طيب ايه هي الأصل الجانبي بتاعها الوحيد ان هي من 30 ل40 في المية من الدهون المحقونة بيحصل لها إزابة صح بالدوب عشان كده مثلا احنا في اول مرة بنحم بنحم بالزيادة شوية كتير فتيجي المريضة في اول متابعة اه تعالي تتبقى في زمورة رقابتك وتقول لك يا دكتور انا قلت لك انا عايزة امتلاء مش ابقى اوفر قوي انا ملفتة جدا انا متضايقة من الموضوع ده وبالتالي احنا بنقول لها ايه من اسبوعين لتلات أسابيع لان في جزء من الدهون دي بيكسر وبالتالي عشان اتجافى لأسر الجانيبي بتاعها اللي هو ازابة جزء منها بحقن بالزيادة شوية اول مرة عشان عبال ما اسبوعين تلاتة يعدوا تكون وصلنا للشكل الملائم والمتناسب مع نسب جسمها بحيث ان احنا نوصل للشكل الجمالي اللي احنا عايزين طيب بعد السيدات بتقول لك ايه انا ابتدت اتعود على الشكل الاوفر ايوة لما قال شوية دلوقتي مايفحش ارجع تاني ايه نعم انا مرجحتش زي الاول انا كويسة بس يعني انا كنت بقيت طماعة الاوفر تلعي كويس الاوفر تبتدت اتعود عليه والدنيا بقيت كويسة طبعا نعمل ايه هندخلها تاني ونشو الدهون تاني ونحقين تاني والكلام ده كله لا اللهم اللي بتعمله بتسحره لا بنعملش كده بنعمل ايه ان احنا الدهون الزي ده ايوة ما بنرميهاش برضه بتتشاه ايه ده ايه الجمال ده لا بجد يعني حضرتك لو اخدتوا دهون زيادة بتشيلوها ايوة حاجة اسمها تجميد الدهون زي تجميد الاجنة في النسا والحقن المجهري والكلام ده كله طبعا حاجة اسمها تجميد الدهون بحيث ان بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع نزل من تلاتين لاربعين في المائة من الدهون المحقونة طب انا حبيت ازود تاني اعمل ايه نجيب الدهون المجمدة دي ونحقنها تبقى برضو على بنجي موضعي بدون ان انا ارجع لمستشفى تاني او اتعرض لبنجي تاني ولا اي حاجة ونحقن ونروح وننتكل على الله بدون اي اثر جانبا ايش يا خيال يا ناس بجد دلوقتي كل حاجة موجودة في الطب والتقنيات الحديثة مميزة جدا وحاجة امان جدا وحاجة من جسمي مش هبقى قلقنا بزبط لان في ناس قالوا ان في حاجات الكاميكالز ممكن تجيب الكنسر او جسم ما يتقبلهاش لكن دي حاجة من جسمي باخدها من حتة وبزود حتة دي اكبر ميزة ان انا باستخدم حاجة مني انا ايوا بالزبط اللي هي بنقل الحاجة اسمها نسميها نقل الدهون يعني انا بنقلها من مكان انا مش حابب ان يكون فيه دهون فيه زي مثلا منطقة البط وباستخدمها في مكان تاني عايز ازود الحجم بتاعها دكتور طبعا انا متأكدة ان كل الستات اللي عاديين قدامنا دلوقتي عايزين موضوع الدهون الزاتية وانا شخصيا انا اخلص الحلقة اوجي مع حضرتك ان شاء الله رب دانا يخلي حضرتك يا ربي يا دكتور طبعا مشاهداتي الاعزاء دكتور محمد خاطر طبعا غني عن التعريف كل اللي حابب يتواصل معي الارقام موجودة على الشاشة وكمان عنوان العيادة بجد يا دكتور انا مش عايز الحلقة تخلص ولكن الوقت بيجري بسرعة جدا الله يعزي وحضرتك بقى مش بتوعد مشاهدات انا حوى كده بديسكاونتو بوفر حاجة جميلة اكيد طبعا على راسنا من فوق اي حد من طرف انا حوى فعلى راسنا من فوق تحت امره في اي حاجة ربنا يسعد قلب حضرتك بجد حضرتك نورتنا جدا النهاردة في نهاية فقرتنا مشاهدين الاعزاء بنشكر دكتورنا اللي كان بنورنا النهاردة دكتور محمد خاطر اخصاء جراحات التجميل وعلاج الحروق وعضو الجامعية المصرية لجراحي التجميل بنشكر حضرتك وبتوعدنا بلقاءة اخرى ان شاء الله بإذن الله مشاهدين الاعزاء هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول ابقوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الاعزاء ودائما احنا معودين حضرتكم ان برنامج انا حاوب يهتم بكل ما يخص الاسرة المصرية وايضا كل ما يخص الابناء والامهات وطبعا كل ام دلوقتي وفي ظل ظروف كورونا بتهتم جدا ان هي تعقم بيتها بتهتم جدا ان بيتها يكون خالي من هذا الفيروس او اي فيروس لقدر الله يدخل المنزل علشان كده بنحب نرحب بضفنة اللي بنوارنا النهاردة المهندس محسن الواسق رئيس مجلس ادارة شركة ايليت للمكافحة الامنة اهلا وسهلا بحضرك باش مهندس في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه هو الهدف من التعقيم هو فيه عندنا مصطلحين معروفين جدا التطهير والتعقيم وتطهير يعني ازاحة مسببات الامراض او البكترية او البرنامجات من على الاسطح ومش شرط ان احنا الموتر فكرة التعقيم التعقيم جزء من برنامج الحماية ضد او مقاومة فيروس كورونا طبعا عارفين ان الفيروس فيروس تقيل بينتقل من رزاز او سيلان انف المصاب الى الاسطح وبينتقل بعد كده مباشرة لو حد لمس الاسطح دي ففكرة التعقيم هو فكرة يعني علاج 50% من المشكلة ما ينفعش ابدا اقول التعقيم لوحده بدون الحماية الشخصية طيب جميل جدا هل التعقيم بتاع الاسطح لما انا اعقم بيتي واقعقم الاسطح ده كافي ان انا امنع فيروس كورونا من وجوده بيتي على الاطلاق يا فانتني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا احنا عندنا المرضى او حملين المرض نوعين نوع ظهر عليه الاعراض وبالتالي انا باخده وامنه وعزله وبعيد عن الناس كلها عشان احمي احمي اولا هو شخصيا او احمي الناس من الاصابة او نقل الاصابة عن طريقه ثم الناس الحملين الفيروس ومع لهمش اي اعراض ده بيخش يروح شغله وبيتحرك في مكانه وبيلمس الاسطح وبيكوح وبيعتص طبيعي جدا جدا ومعنوش اي عرض فاحنا مش خايفين منه احنا مش خايفين منه نتعامل معنا لسه انه هو انسان سليم 100% هو اثناء وجوده في المكان بيبدأ يقع على الفيروس منه عن طريق التلامس او طريق الرشح او طريق العطس على الاصطح المتواجد فيها الناس بيجي واحد زميله يعني زميله في الشغل مثلا او زميله في المدرسة او زميله في النادي ويحط يده على الاصطح اللي هو كان موجود فيها وبالتالي بنقله المرض هي الخطورة في القصة دي احنا الاصطح هو 50% من علاج او من برنامج الحماية الكامل ضد الفيروس اما البرنامج الكامل اللي هو بقى ايه الشخص نفسه ازاي احمي الشخص نفسه واحمي الناس المتردين او المتعاملين معا طيب عايدين بقى نعرف من حضرتك وطبعا تعرف استادة المشاهدين ايه هو الجديد في إليت بتقدموه من تعقيم طبعا كل الناس عارفة ان المعاقمات الموجودة في السوق هي معاقمات سريعة المفهول او قليلة او مدة صلاحيتها فترات بسيطة جديدة تجاوى سبعة دي طبعا طبيعي الموجودة في مصر كلها سواء كانت معاقمات مستوردة او معاقمات محلية كلها بتنتهي خلال من 3-4-5-6-4-6 يعني اسبوع على اكثر التقدير الفكرة كلها ان الفيروس بيقتل خلال 60 ثانية كل الموجودة على اسطحها لكن مدة فعليته هي بسيطة جدا جدا احنا في إليد كشركة بدنا بحث دايما على الجديد والموجود في العالم كله الحمد لله تغفر عندنا معاقم امريكي معمول بتكنولوجيا جبيرة جدا او حديثة جدا هي قيمة على عنصرين مهمين جدا ان المعاقم مربوط بمواد شريط الاتصاق بالاسطح لا يمكن تروحنا على الاسطح ابدا مهما عملنا عملية الغسيلة اليوم يدي للمستمج دي بالعكس هي بتحافظ على المعاقم على الاسطح نتيجة الاتصاق الشريط جدا وفي نفس الوقت هي كمان عبارة عن ميكرو كابسول عبارة عن كابسولة صغيرة فيها 50, 60, 70, 80 غلاف كل ما انا امسح بشير غلاف واحد بس واجدد الكابسولة كنين طبعا فكرة ان انا بقى عندي معاقم 90 يوم دي فكرة مهولة مهولة يعني هيلة جدا 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 لو انا كمان اعتبرت ان انا في اميكي مادرش عقامها ديلي او هيبقى الكست بتاعي عالي جدا جدا في التكلفة بتاعتي فانا يبقى عندي معاقم 90 يوم ده بالنسبة للناس اللي شغل في التعقيم ما حاجة يعني غير عادية بالمرة يعني بتبقي بقى فكرة العملة العملة نفسهم مش متقبلين الفكرة هو هنا في مصر لاحسب شديد التعقيم بيتحول لفكرة ان انا طول ما فيه ناس بتيكي تعقم عندي يبقى انا كده في الامين فانا مش بحتاج بقى اعقم كل ثلاث شهور مرة ليه انا عاجز اعقم كل يوم عشان الناس تبسط وتبقى الناس مستريحة نفسيا ان فيه تعقيم ساري معاني ده مكلف جدا ومش فعال جدا يعني انا التعقيم اللي انا بقى اقمه اليوم دوت عايز اعقم كل يوم تخلي بقى انا عندي معاقم على 90 يوم على الاسطح انا في امان تام بس برضو بقول وراحة طبعا وفعالية مستمر انا مش بحتاج باعقم كل يوم انا النهاردة بقى انا معاقم كل يوم انا باعقم كل ثلاث شهور فدي فكرة كويسة جدا ممتاز يا دكتور طيب عايزين نعرف من حضرتك عروض شركة اليت اللي بتقدمها احنا كشركة من شركات الامان او المكافحة الامنة او التعقيم الامن ما اللي بندور على المعدة كلها على بعضها انا النهاردة عندي عناصر نقل الفيروس او انتقال الفيروس هي الاشخاص ثم الاسطح ثم الهوى اللي احنا موجودين فيه فاحنا عاملين برنامج متكامل اول حاجة بعقم الاسطح عشان نضمن الاسطح كلها زيرو فيروس ثم بعقم الهوى عن طريق مكعبات التكيف اللي بتطلع في الهوى في المباني المركزية التكيف مركزي الهوى ميتغيرش كتير يبقى برضو فرصة تنتقال المرضى عن طريقه سهلة جدا جدا فهنا كمان بنحط فيه مكعبات بتنق الهوى ده بتنزله بلا فيروسات وبلا بكتيريا ثم كمان عندنا معاقم الملابس اللي مش موجود عنده اي حد في مصر المعاقم الملابس ده معاقم برضو امريكي بتحطي في حارة ملابسك وتسيديها ثلاث ساعات ثم تنشريها بعد كده الملابس دي متعقمة ستين يوم كاملة لو ايه عليها فيروس فقا بيموت فورا يعني ثم التعقيمات بقى الشخصية زي الهندجيل زي الاستريليام زي المسكات المعقمة وده فكرة كاملة ان احنا بنعقم كل حاجة الهوى والاسطح ثم الاشخاص نفسه كده بنجي حماية على مستوى منتاز جدا بجد الحديث مع حضرتك شايد جدا يا دكتور مشاهدي يا الاعزائي الوقت ما حضرتكم نجري بسرعة جدا في نهاية فقرتنا بتنشكر المهندس محسن الواسط بنشكر حضرتك شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية يوم الثلاثة في نفس المعايات